السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسلام بكم حبيبي وكل متابعين قناة حنان الوراكي النهاردة حبيبي هقدب لكم طريقة عمل كريم الكريم ده هوت يعني هيخلصك من حب الشباب اللي بيعانهم من حب الشباب وهيخلصك من الرؤوس السوداء يعني الكريم ده هوت جميل جدا جدا ومكوناته بسيطة جدا فنشوف مع بعض حبيبي هنحتاج لإيه؟ هنحتاج لمعلقة يعني معلقة كبيرة كده من النشا وهنا هنحتاج لفوزلين تبي يعني يبقى موجود في الصيدلية او عند العطار تقدر تجيبيه انا كنت جايبة من عند العطار شوية دولت وعملت منهم برضو كريم والنهاردة هقدم لكم برضو الوصفة ديت لان انا بقدم لكم اليومين دولت وصفات متنوعة وكل وصفة تخص يعني ايه؟ لبشرة معينة فالنهاردة الوصفة متعة النهاردة هتبقى يعني لحب للشباب وكمان اللي هي الوصفة ديت هتخلصك من الأثر حب الشباب اللي بيبقى موجودة على البشرة طبعا بيبقى عامل نقطة كده جمئة على البشرة فدي بتبقى مسببة مشكلة لبعض الناس ما بيحبوهاش فهي الوصفة ديت النهاردة هتخلصك ايه منها خالص؟ يبقى احنا هنحتاج معلقة كبيرة من النشا هنحتاج نص معلقة كبيرة من الفوزلي نعم و هنحتاج لعصير نص لامونة يبقى الثلاث مكونات ههوت معنا يعني طريقة سهلة جدا وبسيط فكل اللي احنا هنعمله بقى حبابي هنبدأ اللي احنا هنجيب يعني على حمام مية على حمام مية سفن كده هوت شاءها هتضغب اه هنجي بقى حبابي في الطريقة الطريقة هتبقى سهلة جدا عني و بسيطة هتبداي اللي انت هتجيبي طبق هتبدأ EDК نعم على هده كده النص معلوي كده من الفوزلي هتحته في طبق و هتحط عليه من النشا هتبدأ الci هو نص عصير نص للمونة عتقصريها وتبدأ اللي انت تحطيهم عليهم وبمعلاقة كده وتبدأ اللي انت بتقلبهم كلهم يعني النهاردة يعني هي الخلطة النهاردة اللي انت هتقلبها على البارد مش هنحطها لحمام ميا صف زي الفيديو اللي انا اعملتو معكم هتقلبهم كده مع بعض على البارد وبعد كده هوت بتبدأ اللي انت بتحطيهم يعني في اي قلبة فاضي عندك زي كده اي قلبة كريم بقى تكون فاضي عندك بتحطيهم فيها وبعد كده بتيجي بقى ايه على مكان الحجوب وبتبدأي بعد كده يعني بتشوفي بشرتك الاول كويس جدا جدا بتخسليها وتنشي فيها من الميا وبعد كده بتبدأي اللي انت تقدي من الكريم ده هوت وتحطيه علي بشرتك وتدلكي بشرتك كده هوت كويس يعني لمدة 3 دقايق كده هوت وبعد كده هوت بتسيبي الكريم ده هوت على بشرتك لمدة 4 ساعة وبعد الربع ساعة بتبدأي اللي انت بتخسلي بشرتك بمية برده وبتكرري الوصفة ديت يعني كل يوم لحد ما الحجوب تختفي ايه خالص يبقى دي كده حبيبي الوصفة ديت جميلة جدا جدا للي بيعانوا من حب الشباب واصر حب الشباب ايه على البشرة وكمان الوصفة ديت برده بتبقى جميلة جدا برده لست البيت اللي كل شوية يعني ده بقى ايه تتلاسع من فرن البتجازة او كده وتلاقي على قدها اثر كده اثر كده الحرق مطرح اللاسع فالوصفة ديت انوارده اتبقى جميلة جدا اه اتمنى حبيبي للفيديو انوارده يكون ايجابكم وتكونوا استفدتم منه بحبكم جدا جدا في الله حبيبي كان معاكم حنان الوراكي ومناده وفاتحي ياريت اللي لسه انتابعني لأول مرة فضلا وليسه امرا حبيبي لو الفيديو ايجابكم والقناة ايجابتكم وبتستفدوا منها ياريت اللي انتو تدعموني كده حبيبي بالاشتراك في القناة وما تنسوش تفعل الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتي وكل جديد اللي بقدمه في القناة اول باول يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته